ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله فوتبول الفرنسية عن العلاقة التي تجبعه بالمدرب الفرنسي هيغ فيغوناغ حيث قال علاقة بالمدرب مبنية على الاحترام المتبادل مؤكدا بأن الأجواء داخل النخبة المغربية أجواء عائلية وحول حضود المنتخب المغربي في الضفر بالبطولة التي غابت طويلا قال متوسط ميدان الأسود إن المتخب الوطني يعد من أبرز الفرق المشاركة في الدورة مشيرا إلى أن المجموعة تعمل بجدنا لكي تنجح في المهمة القارية القادمة هذا ويسعى المنتخب المغربي إلى الذهاب بعيدا في النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية في مصر ويخوض أول لقائنا له يوم الأحد المقبل ضد ناميبيا على أرضية ملعب السلام على أن يقارع بعد ذلك منتخبي ساحل العاج وجنوب إفريقيا نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية اشتركوا في القناة